الخبر الأول اللي عدنا عن أنس وأصالة وعن أغنيتهم الجديدة بحيث أنس أنزب حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي أعلن بي عن أغنيتها الجديدة اللي هي طبعا أغنية أصالة اللي هي طول ما إحنا سواء اللي نزلوها بمقطع حفل الجنين ولكن رح يصوروا لها فيديو كليب صراحة أنا كلج متحمس لهذه الأغنية مبروك عليهم مقدمين وإن شاء الله تنزل بسرعة الخبر الثاني اللي عدنا عن أطول بيث بالعالم بس أوكي مش هذا قصدي على بيث مال طيبة اللي هي تشتغل ويا حيدر قيتار وبنفس الوقت هي صديقة بيثان سابقا يعني المهم طيبة نزلت بحسابها بالإنستجرام أو فتحت بيث مباشر وصراحة بيث كلش طويل بالحب أنه يشوفه رح يلقاه بقناتي الثانية يحطو لكم إياه بالوصف طبعا حتوا بي كل شي وحتوا على أغنية مسيطرة وهي المين وحتوا على بيثان اسماعيل فوروحوا كلكم شوفوه وانطوني رأيكم بي الخبر الثالث اللي عده والأخير واللي هو عن ياسو بعدما ياسو نزلت أغنيتها الجديدة هي وريدر وطبعا لاقت عجاب كلش كبير من الجمهور ياسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست اللي كاتبه بي بتكون أغنية جديدة وجاهزين لمفاجآت اللي عم تتجهز وريدر رد عليها حريقة في الطريق من الواضح أنه أكو طبخة تنطبخ أتوقع ممكن يكون فيديو كليب جديد بعد ما حقق أو النجاح بالفيديو كليب بالأول فإن شاء الله يكون صدق هذا الشيء وكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون فيديو كليب جديد أو لا وبس والله هنا وصلنا إلى المقطعات من المقطع أجبكم لا تنسوا تحطوه لها كشتركوا بالقرارات أدري المقطع شوية قصير ولكن هذه الأخبار اللي كانت أدنى حاولت أختصر لكم إياها طبعا وبس جانا وكفيزي مخاطر من الكتاب الخصوص مع السلامة